بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث علائم المؤمنة 5 فقد ذكر الإمام من العلائم 5 جيارة الأربعين أي جيارة الإمام الحسين يوم الأربعين كغد فقد قتل هو وأهل بيته وأصحابه حتى طفله وبعض النساء قتلنا معه بذلك الشكل الذي لم يكن له مثيل فيما نجده في الثواريح مع أنه كان ضيفا لأهل الكوفة ولم يكن يطالبونه بشيء بمال أو بغتل أو بشريعة غيرها مما يحلل دمه إنما فعلوا كل ذلك لكذبة كذبوها قائلين إنما نقتلك لما فعل أبوك بأشياثنا مع أن الثواريح لن يكن علي فعل شيئا بأشياثهم لإنما أولئك الذين قتلوا يوم بطر وحنين كانوا أشياث لبني أمي فقط وعلاوة على ذلك بأن الأشياث كانوا هم المعتدين حيث جاءوا إلى المدينة من مكة لحرب رسول الله واجتمعوا في خيبر وما أشبه من أفضطاهم اليهود لمهاجمة النبي والنبي إنما دافع بأكل خدم ممكن من الدفاع كما أثبته الطريق والدفاع حق عند الجميع المؤتداء للجميع في العالم ومنعوا هم الإمام الحسين وأهل بيته من الماء الفرات حتى مات أفضالهم عطشا وأضاف أهل الكوفة إلى خده وخد أهله وأصحابه تحقهم تحت سنابك الخيل بما لم يؤحد نثله لا عن العرب ولا عن غيرهم يحروبهم مع إعدائهم وأحرقوا خيامهم ونهبوا أموالهم وأسروهم لذلك النحو المشيء ثم تغجر الأمر خلال أربعين يوم حيث قبر أولئك الضحايا وتبدلت تلك السمعة السيئة التي نشرها الإعداء إلى أفضل السمعة في ذلك المكان الشاشع من الحجاج إلى العراق إلى الشام وانهى الأمر إلى الإعداج والإكرام ورجعوا إلى بلادهم بكل احترام كل ذلك يريد الإمام بقوله زيارة الأربعين أنكم أيها المسلمون عليكم نصر الحق حتى وإن وصل إلى القتل وأفضح منه لأنكم شوفة صارون في أقل الزمان الممكن فلا ترفعوا اليد عن مناصرة الحق هذا مع قطع النظر عما أعدته الله شبحانه لمن نصر دينه بجنة عرضها السماوات والأرض وبشمعة صيبة في هذه الدنيا وقد قال علينا عليه الصلاة والسلام تورثوا أبنائكم أجزة نصر الله سبحانه وتعالى أي ينصرنا وينصركم بنشرة الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته